أقارت الحكومة الإيطالية مرسوما يسمح بحرية السفر دون قيد داخل إيطاليا ومن دول الاتحاد الأوروبي فقط اعتبارا من الثلاث من يونيو حزيران المقبل ويأتي هذا الإجراء بعد تقديم رئيس الوزراء جوزيب بيكونتي ووزير الصحة روبرتو سبرانزا للمقترح وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه سيتم فتح الحدود لمواطن الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شينغن دون الحاجة إلى فرض حضر صحي أو تقديم شهادات بينما سيظل حضر الدخول مفروضا على بقية دول العالم بالتعليق على هذا الموضوع نضم ليه عبر سكاب من روما الكاتب الصحف سيد سمير القريوني سيد سمير القريوني هل إيطاليا جاهزة فعلا لفتح المجال العام دون الخوف من عودة مرة أخرى لفيروس كورونا؟ نعم لا توجد أي مخاوف من عودة لانتشار الفيروس لأن إيطاليا كانت من أول الدول في أوروبا ربما في العالم التي فضرت حجرا صحيا صارما وتصرفت بمنتهى الشفافية إلى غاية هذه اللحظة إلى غاية هذا المساء في الإعلان اليومي والدقيق عن حالات الإصابات اليوم على سبيل المثال وصلنا إلى 224.760 إصابة بهذا المرض زيادة 875 حالة فقط وإلى عدد وفايات 31.363 زائد 153 وفاة في يوم واحد وهذا رقم مشجع وعدد المتعافين الذي يتزايد باستمرار وبنسب عالية وعدد المرضى في العناية الفائقة الذي ينخفض حتى وصل هذا المساء إلى 775 حالة فقط لغير من أصل 10.400 حالة مع أعراض بائنة لهذا الفيروس ما هي الأعراض البائنة أنهم مصابون ولكن بمختلف الدرجات بين الخطورة والعدم الخطورة هذا للقول أن انتشار الفيروس هو تحت المراقبة الصحية الصارمة مما دعا الحكومة للاستجابة لمقترحات ومطالب رؤساء الأقاليم العشرين بفتح الحركة وفتح الحدود الأقاليم أي حرية التنقل بين أقليم والآخر وقررت الحكومة السماح بالتنقل بين أقليم وآخر اعتبارا من 3 يونيو القادم لأن يوم 18 يوم الاثنين سيعود العمل إلى معظم قطاعات العمل وخاصة إلى تجارة المفرق وإلى عودة المطاعم في البلد وهو عامل أساسي هنا في الاقتصاد الإيطالي وفي قطاع السياحة بالذات وإلى عودة المقاهي اليومية العمل فيها وإلى عودة العمل لدى الحلاقين إلى آخره هذا شجع على السماح للمواطنين والزوار بالقدوم دون حجر ودون أي تراخيص مسبقة وذلك ثقة سيد سمير القريوني سمير القريوني سمير القريوني نعم نعم سيد سمير القريوني نعم سيد سمير القريوني ربما سؤالي ليس في النتائج وفتح المحلات والتحرك لا الأسس التي اتخذت الدولة عليها إذا كان لديك 875 حالة يعني ألا يدل ذلك على أن هناك حالات جديدة يوميا وبالتالي من الممكن أن ترتفع إلى أرقام كبيرة هذا الموضوع هو تحت المراقبة اليومية لللجنة العلمية التقنية الحكومة لا تأخذ أي قرار إلا باستشارة اللجنة العلمية اللجنة العلمية سمح في الفتح شريطة احترام شروط الأمان شروط الحماية والسلامة في كل شيء وفي كل موقع حتى المنتجة السياحة الذي يسمح بافتتاحه اعتباراً من 18 إبريل وفي شهر يونيو يجب مراعاة الرعاية الصحة لشروط الأمان والسلامة أيضاً وسائط النقل العام قطارات سيارات وإيجاد وسائط نقل بديلة وكل شيء استخدام الكمامات القفازات المعاقمات هذا أمر صارم وهناك غرامات لمن يخرج هذه أو لمن ينتهك هذه الشروط لهذا استطاعت إيطاليا حتى اليوم وبعد 47 يوماً من الحجر التام والعزل أن تسيطر على المرض وتحجمه إلى هذه الدرجة لبقائه فقط في إقليمين أو ثلاثة في الشمال بينما في الوسط والجنوب النسب ونسب الإصابات منخفضة جداً وجميعها تحت 1% السيد سمير القريوتي أذكرت بأن إيطاليا في بداية الأزمة والكارثة كانت تديها مشاكل كثيرة وربما مباراة كرة قدم تسببت في انتشار المرض بشكل كبير في إيطاليا يعني هل الإجراءات التي تتتخذها الدولة ستمنع وخصوصاً مع فتح المجال للتحرك من دول أوروبية دول الشينجل إلى إيطاليا ومنها وعبرها وإليها هل فعلاً كل هذه الإجراءات ستمنع عدم انتشار الفيروس من دول أخرى إلى إيطاليا مرة أخرى؟ أي رجل سياسة أي حكومة مسؤولة أي حكومة تحاسب يومياً ولديها برلمان هي تعلم جيدة أن كل قرار يتعرض للنقد كما تتعرض قراراتها للنقد هي على ثقة بنفسها وهي على ثقة بمواطنيها وهي على ثقة بعلمائها وهي على ثقة بأجهزتها الجهاز الطبي والجهاز الصحي في إيطاليا على مستويات عليا وأثمة جدارته في هذه الموقعة الموضوع في هذه الجائحة وهم على يقين أنهم قادرون على السيطرة للغاية الآن ولكن الحكومة كانت واضحة في حال التعكد ولو من بدايات تفجر بؤرة جديدة لهذا المرض فسوف تعلن هذه المنطقة من أينما يأتي المؤشر منطقة حمراء وستتم من عودة إلى الحجر التام وبقيود مشددة للغاية بدليل أن الغرامات رفعت أن المخالفات أيضا إذا ما تنقل أحدهم وخرق القوانين فسوف يتأ إذا كان لأسباب العمل فسوف يتم إغلاق محله التجاري أو مشغله لمدة تتراوح بين خمسة أيام إلى ثلاثين يوما هناك حالة سيطرة في عمليات المراقبة والأمل أنه لا ينفجر هذا الوباء من جديد لأنه أيضا مع فصل الصيف يعتقد وفقا لتقارير العلماء أن سرعته في الانتشار سوف تخف قليلا أو تنخفض وسنرى النتائج ليس الآن بل عندما يبدأ العمل بكل هذه الاحترازات وبكل هذه التحوطات لعدم انتشار المرض أي اعتبارا من 18 مايو فما بعد نتمنى ذلك سيد سامير القريوتي وتحديدا أن ايطاليا لديها 31.700 حالة وفاة يعني تقريبا رابع دولة في عدد الوفيات شكرا جزيلا لك سيد الكاتب الصحف سيد سامير القريوتي على وجودة معنا ترجمة نانسي قنقر